ورجعنا مرة تانية مشاهدينا ولسا مكاملين مع بعض فقراتنا ودلوقتي هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا عن وفاة البابا شنودة الحقيقة الكلام عمره ما هيخلص عن هذه الشخصية التاريخية اللي أثرت في نفس مصريين كل المصريين وكمان رحيله هز شعب بحاله النهاردة هتتم مراسم جنازة البابا شنودة بابا الأسكندرية وباتريارك الكرازة المرقصية هيتم مراسم الجنازة بتاعته اللي ما تفنه بوادي النطرون بعد ساعات قليلة ضفنا النهاردة في الستوديو اللي هيزودنا كمان بمعلومات أكتر وأكتر عن البابا شنودة هو مايكل فارس صحفي بالجريدة الإلكترونية بالأقباط المتحدون صباح الخير يا فارس أهلا بيك أهلا بيك سهلا أهلا بيك معنا نهاردة انت نورتنا والبقاء لله ربنا يخليك ومرسي جدا على الكلام الجميل عن بابا شنودة دي حاجة تشرفنا جدا أنه شخصية زي دي كانت موجودة في البلد وكانت موجودة قد ايه كانت بتحتوي الشعب كله مش بس أبناء رعياتي بالضبط حتى كل الناس كلها في أثناء التعزية هو رجل وطني مصري فقط لغير محدش كان بتكلم على أنه باتريارك أكتر منه رجل مواطن مصري بشكل أو بآخر هو كان رمز الوطنية المصرية بحدش كان حزين قدم حزين على البابا شنودة المصريين كلهم كانوا حزناء فارس لو حبيت تتكلم عن البابا شنودة ممكن تقولنا ايه عن هذا الرجل العظيم أنا كشاب أولا يعني شايف أن البابا شنودة هو أكتر شخصية شكلت الوجدان الديني للشباب المصري المسيحي خلال الفترة الثلاثين سنة الأخيرة تحديدا يعني إحنا وصغيرين كنا بنقرأ الكتب بتاعته العزات بتاعته على شراية الكاسد وغيره ده بالإضافة للكنيسة بعد مظهرة القنوات المسيحية أكتر بدأت تزيع عزات الأربعاء بتاعته بشكل أو بآخر تفكرنا الديني تأثر بتعليمه اللي هو كان بيرسخها فينا كانت كلها قيم تسامح قيم حب لو تلاحظ حتى في المقالات بتاعته كانت في الأهرام حتى المسلمين لما كانوا بيقروها ما كانوش بيحسوا أنها من رجل دين مسيحي بيتكلم عن الديانة المسيحية كدين مسيحي كان بيتكلم بشكله أو آخر عن قيم التسامح المشتركة الحب العدل التواضع بشكل مكسف جدا إحنا تأثرنا به أقدر أقول أنه هو شكل وجداننا الديني كشباب مسيحي داخل مصر البابا شنودة من خلال عزاته يعني كمان كان بيبعدكو عن أي عنف وعن أي احتكاك لما كان بيحصل أي مطالب من خلالكو لما يكونوا عايزين تطلبوا بأي حاجة كان المكان الوحيد اللي كان بيقولكم طلبوا فيه بكل مشاكلكو هو الكنيسة لكن مش بره الكنيسة عشان ما تحتكوش بحد أو ما يحصلش عنف ما بين الشعب أبناء الشعب وبعضه مظبوط؟ لا هو البابا ما كانش بيطالب بدا هو أن المسيحيين أثناء الفتن الطائفية ومشاكل والصراعات الطائفية ما كانش في حل من الدولة يعني ستم اعتداء مثلا على الكنيسة حد استقف في أي مكان معين الدولة ما كانتش مثلا بتقبض على الجناء فعايزين يجيبوا حقهم مش عارفين فبالتالي كان لجأوا لحل تاني أنهم يتظهروا داخل الكاتدرائية مثلا في الأولى الأخيرة ليه؟ على أساس أن البابا شنودة ممكن يعمل اتصالات معينة في المحافظة اللي فيها المشكلة مع المحافظة مع غيره تبقى وسيلة ضغط للصلح أو أن الناس اللي عملت الجريمة دية أو الاعتداء دا يتم اعقابها فهو ما كانش طالب من الكنيسة أو من البابا ولكن بعد انسحاب دور الدولة أو غياب دولة القانون بمعنى أداء ما فيش جانب يتم تقديم المحاكمات في الفتن الطائفية وده في حد ذاته كارسة داخل مصر ومن أهم مشاكل الفتن الطائفية غياب القانون والإعقاب لأي جانب فما كانش عندهم حل نعمل ايه؟ فكان كل ده بيحصل داخل الكنيسة فكانوا غصبا عنهم مجبرين أنهم يروحوا للكاتدرائية يتظهروا في الكنيسة ويمكن برضو عايز أنول حاجة حتت برضو جلسات الصلح العرفية ما هو كان من ضمن أسباب الفتن الطائفية الصلح العرفي يعني حصلت مشكلة طائفية معينة في مكان معين المفترض لو في قانون يتم تقديم الجناء للعقاب ما كانش ده بيحصل فكانت ضغوط بتتم على الكنيسة في القرية الفلانية أو المدينة الفلانية بحيث الكاهن يكتم مع الشيخ والعائلات من هنا ومن هنا يتصالحوا مع بعض فدف حد ذاته كان كارثة أدى لتفاقم الفتن الطائفية فالأقباط لجأوا لتصعيد أكبر أنهم يتظهروا مثلا في الكاتدرائية كوسيلة لإيصال صوتهم للبابا شنودة بحيث يتدخل تماما عايز أقول لك يا فارس أنه ثورة 25 يناير قامت على إيد شباب يعني فئة الشباب دلوقتي صوتها عالي جدا إزاي كان البابا شنودة بيدير الأزمات وبيحتويها بحكمته خصوصا مع الشباب بصي أتكلمنا بصراحة أكتر البابا شنودة كان بيمارس عليه ضغوط لا تحتمل من جهات سيادية وأمن دولة وغيره علشان يهدي الأجواء مع الأقباط يعني في صورة 25 يناير تحديدا من ضمن الحاجات اللي ما تنشرتش ما كانش ينفع أنها تتنشر وأنا ما نشرتش من رغم أن عرفت المعلومة لأنها كانت حاجة حساسة مثلا مبارك 11 فبراير تنحى 2011 تمام تمام قبل التنحى بيوم واحد اتصالات من جهات سيادية للمقر الباباوي علشان طبعا يوم 25 يناير و28 يناير الشعب كله نزل أقباط ومسلمين وكل الحركات الكبطية داخل مصر أعلنت تأييدها بشكل كامل أنها نزلة وطبعا كلنا شفنا الفيديوهات والصور والهلال والصليب والإنجيل والقرآن كله نازل في الميدان فطبعا الدولة أو النظام مبارك عايز على قدر الإمكاني ماشي الناس دي ده قبل يوم قبل التنحى 28 يناير وانت مستمرة وخاصة بعد موقعات الجمل فيه التحام كبير جدا داخل الميدان فالجأ لفكرة أنه هو ممكن يسحب الأقباط من داخل الميدان وبكده رقم واحد العدد قل رقم اتنين هيحصل اختلاف المسلمين يقول لك هم المسيحين مشوا انت مش عارف ايه وهتبقى ايه هندخل في موضوع فتنة ايه مظهور وفي كل شارع وفي كل بيت انتوا ما طلعتوش انتوا مش عارف ايه اه ودي معلومة مهمة ومعتقدش الناس كتير تعرافة لان بس انا كنت اطرف فيها اه جهات سيادية اتصلت بالمقر الباباوي بتقوله الجيش هينزل وهيدرب الميدان اسحبوا الأقباط من داخل الميدان القسقق فاتصلوا ببعض الكهنة بيطلبوهم بدا جات لنا يا جماعة اتصالات بتقول لكم اه مشوا المسيحين من داخل الميدان فابتدوا يجأوا للكهنة اللي هم مليهم تأثير اكتر على الشارع اه الشارع الكبتي يعني من ضمن الكهنة دول حد اتصل بي فايه مايكل ايه رأيك ايه الاحداث وايه اللي حاصل عايزين يمشي المسيحين فعلا وكده انا قلت له لا طبعا ما ينفعش لو المسيحين ماشوا من الميدان هتبقى فتنا ضائفية اكتر لان المسلمين هيشكوا فلاقهم للبلد لان خلاص دي صورة شعبية ما ينفعش تسحبهم بعد تفكير عميق رفضوا انا معرفش بعد كده هم قالوا ايه الجهات السيادية اللي اتصلت لكن هم رفضوا انهم يتصلوا بالشباب يمنعوهم من ايه كاميرو مسيرتهم في الميدان ثاني يوم كان تنحى مبارك ايه اللي خلاني اقول القصة دي فكرة البابا شنودة والثورة انه كان بيمارس عليه ضغوط لا تحتمل من جهات السيادية ومن مخابرات ومن امن دولة وواه وواه علشان يسحب ابناءه من الميدان اه ومش بس كده يعني مثلا حتى في حدث كنيسة اطفيح اللي حصلت السنة اللي فاتت المسيحين كلهم تجمع قدام ابن مسبيرو اي انا عايزك كده تحكي لنا كده كواليس المشاركة وكواليس البابا شنودة لما كان بيوجه لكم الكلام كان بيقول لكم ايه يعني في الفترة الاخيرة كان فيه احداث كتير جدا حصلة في مصر وخصوصا زي ما بتقول احداث مسبيرو اشعلت الفتنة الطائفية بين الشعب ايه الكواليس حكيلي بقى عن الكواليس دي وقصة البابا شنودة كان ازاي بيحتوي الابناء رعياتي وازاي كان بيقول لهم يتعاملوا ازاي مع مواقف زي دي عشان ما يحصلش احتكاك وما يحصلش اموات او شهدة وما يقعش ناس كتير ازاي كان بيحتوي هو البابا شنودة بجد يعني بامانة كان هدفه الاسمة او الاكثر وضوحا بالنسباله انه هو يحافظ على الوحدة الوطنية داخل مصر بص يا ستي انت ممكن تحصل مشكلة معينة في مكان معين بدغوط برضو من البابا والاتصالات معينة تتحل تمام ولكن بعد الحل هتحصل مشاكل واحتقان داخلي داخل النفوس ما بين الناس وبعضها لو رجاء الكلام ده هطبقوا مثلا على حادث زي كنيسة اطفيع ايو اول مرة في مصر كنيسة تتحرق كرسة بكل المقييس ايه دور البابا شنودة في ده زي ما قلت هدفه الاسمة انه يحافظ على الوحدة الوطنية داخل مصر حاول الامن طبعا تواطق شوية ما حدش راح ما حدش قعدت يومين تتحرق المهم المسحين ما لقيوش حل المسحين تم برضو هربوا من القرية فلجأوا انهم يعملوا اعتصام مفتوح داخل مبدأ مسبيره ايه اوكي اعملوا اعتصام مفتوح يوم واثنين وثلاثة الطريق وقفوا كل حاجة ارجع تاني نقطة رؤية البابا للحدث والضغوط اللي كانت تمارس عليه البابا شنودة مش عايز مشكلة تحصل اكتر من كده مش عايز يخسر ابناءه اكتر من كده ممكن حد يعتد عليهم تاني طلب منهم بشكل رسمي انهم يسيبوا يسيبوا ميدان عفوا مسبيره يطلعوا من مسبيره وخلى الانباء يوانس سكرتيرو يطلع في بيان رسمي بيطالب الاقباط انهم يسيبوا مبنى مسبيره ويفضوا الاعتصام ده برضو تحللنا احنا ليه كان ضغوط سياسية لان رقم واحد المشكلة ما تحلتش في وقتها كان تم وعدهم وعد الاقباط بفتح بعض الكنائس مغلقة ما تمش برضو في ظل هذه الاجواء البابا شنودة كان برضو محتفظ بهدوءه مش عايز يخسر لا الدولة ولا المسلمين وكان بيجي برضو على نفسه حتى على المسيحيين نفسهم في اوقات معينة عشان يحافظ على الواقام الاجتماعي الانبيو أنسي طالب المفضل اعتصام الاقباط رفض طبعا فضل اعتصام وجد بعد الحقوق وابتدى المجلس العسكري يقول لها احنا علي بدل الكنيسة بس رؤية البابا كان في الوقت ده مش عايز مشاكل تحصل او حد يعتدي على المسيحيين داخل سؤال مابنى مسبيره او فيما بعد في اطفيع ده بيخليني اتطرق معاك دلوقتي نقطة مهمة جدا قصاد حكمة البابا شنودة كله مش بس ابنائه هل هتواجه الكنيسة مأذق مش بس في من يخلف البابا شنودة ولكن في الشخصية القيادية اللي هتتولى المهمة من بعده انت شايف ايه مواصفات البابا اللي جاي او القادم واللي المفروض انه هو يكون في مواصفات مهمة جدا اكيد مش المفروض انها تكون بنفس الكاريزمة بنفس الاداء وبنفس الطريقة اللي بيحتوي بها الازمات ولكن انت شايف ازاي او ايه هي مواصفات البابا القادم للكنيسة ان شاء الله بصي هو زي ما انت قلت كاريزمة البابا مش هتتكرر اذا كان شاعر اذا كان اديب اذا كان رجل عسكر من الطرز الاول هو اللي تطوع للجيش كان انا فاكر يعني في ايام شباب وكان منتمي حزبيا هو كان هو وفدي على فكرة وكان مكرم عبيد كان ميسميه شاعر كتلة الوفد وكان دايما بيلقي اشعار في الامسيات الوفدية فهو تركبته سياسية صحيح تركبته الشخصية حد كان في الكلية بتاعته دايما يطلع الاول على المدرأ في الكلية بتاعته فشيء طبيع لما يصبح شخص زي ده بطريارك استقافة والخلفية والدم الحزبي اللي جواء هينعاكس عليه في الاداء ده فهو كان كوكتيل كارزمة غريبة ممرتش على اي بطري قبل كده يعني ممكن تلاقي بطري مصقف شوية بس مش شاعر حد تاني شاعر او قديب بس ملوهش ميول سياسية فالكوكتيل ده تكون في شخصية واحدة هي قدست البابا شنودة ما اعتقدش انها تتكرر خاصة ان من خلال رؤيتنا للأساقفة اللي موجودين داخل المقر الباباوي او الرهبان الرهبان منعزلين تماما عن السياسة واللي جواء المقر الباباوي محدش فيهم يعني مع كامل احترام ليهم واحد من عشرة من الكوكتيل المجمع عند البابا شنودة يعني مثلا حتى هو في أثناء كان رجل تعليم كان اسكف تعليم قبل بطريارك فهو عنده ثقافة مخطبة الآخر صحيح بيأثر فيهم مصبوط حتى الناس المقربة من خلال تعاملنا معهم ما عندهم مش الثقافة دي فهي حاجات كتيرة بتنتقسهم على الساحة العامة اللي احنا شايفينها في البابا شنودة لكن احنا رؤيتنا طبعا نتمنى نتمنى حد ييجي زي البابا شنودة بس طبعا ما اعتقدش ان ده هيحصل تركيبة فريدة نتمنى ان الشخصية البطريارك القادم يكون يعني ممكن رؤيتنا احنا سياسية يعني نتمنى بجد كلنا ان هو يملأ الفراغ السياسي اللي هيسيبه او اللي سابه البابا شنودة الحقيقة يعني عايزة اشوف من وجهة نظرك هل انت شايف انه في شخصية قادرة على احتواء او عمل توازن ما بين السياسة وما بين الدين واحتواء شعبه واحتواء ابنائه بسي رقم واحد التوازن ما بين السياسة والديني دي مشكلة واقع فيها البطريارك مع الدولة عموما بعد تولي البابا شنودة طبعا احنا عارفين قصته مع السادات واعتقاله وبعد السادات لما اطلق الجامعات الاسلامية اللي حصل ان المشكلة كبيرة حصلت في مصر ان تواكب صعود البابا شنودة على البقرة البابا في سنة واحده سبعين في نفس اللحظة او في نفس السنوات صعد الطيار الاسلامي او الطيارات الاسلامية المتشددة على الساحة المصرية ما كانش موجودة قبل كده فهنا ابتدى الدولة تنسحب شوية وتصعد الطيارات دي يعني كذراع ليها لتتخلص من الشيوعين تتخلص مش عارف مش عارف من ايه فده ادى الى تدخل دور البطريارك عموما في السياسة ان الدولة انسحبت شوية من دورها تسابت الطيارات الاسلامية تصعد شوية عارفين فترة السادات والتسادات كانت كلها ارهابية فترات ده كله اثر سلبا على الكنيسة وخلاها تتحجم في مكان معين وتشتغل في حاجات سياسية مجبرة انها تشتغل فيها زي الفتن الطائفية انت مجبر ان الدولة تخاطب البابا البابا شنود علشان يحل المشكلة دي لكن قبل كده ما كانش في حاجة زي كده كانت الدولة ملتزمة بدورها لو حصل مشكلة كان بيتم الافضع على الجاني مثلا او كده ففكرة تدخل السياسي والديني عايز اقولها انها صعدت في فترة سعود البابا شنودة بعد سعود التارات الاسلامية ولكن لو تم القضاء على فكرة التشدد الديني داخل مصر ايو لو تم القضاء على او عفوا لو كنا دولة قانون بالفعل ما فيش اي حاجة بتتم الا ويتم رضع لها مقابل قبل الدولة انت مش محتاجة ان البطرق او الكنيسة تتدخل نهائيا في السياسة ولا تبدي رأيها حتى في السياسة فكرة تدخل السياسي والديني احنا شايفينه او كصحفين عموما او ممثقفين شوية فكرة مش صح مش حلوة لان البطرق هدوره او الكنيسة دورها دور روحي فقط لغير ما يصحش او ما ينفعش ان المسيحي او ما يتعرض لمشكلة يلجأ الكنيسة لازم زي ما انت بتقول يكون فيه دور اسمه القانون انا عايز اقولك يا فارس انه بصراحة فيه مخاوف عند المسؤولين من عدم احتواء البابا الجديد لملف الفتنة الطائفية هل انت شايف ان هو ممكن نمشي او هو يمشي على نهج البابا شنودة انه سهل انه حد البابا الجديد انه يمشي على نهج البابا شنودة لا طبعا مش سهل جدا خاصة انه ما تنسيش انه اللي جاي الدور السياسي ده شيء جديد احنا قرحلة صعبة كمان قوي صعبة جدا والدور السياسي نفسه شيء جديد جدا جدا عليه زي ما قلنا يعني رهبان احنا مش عارفين مين بترك للقادم ناس مالهاش في السياسة هيبقى طبعا الفكرة صعبة جدا انه هو يتابع ده ما يعرفش يتابع ده ولكن كلمة تدخل سياسي في الدولة احنا رفضينها الكنيسة مالهاش علاقة بالسياسة لو دولة قانون بالفعل مش هتحتاجي مش هنتكلم ابدا عن دور سياسة الكنيسة ولكن الدولة هي اللي عايزة ده فارس احنا في اول الفقرة قلتلك كلمنا عن البابا شنودة انا عايزة في اخر الفقرة لو في حاجة تحب تقولها للبابا شنودة ممكن تقول ايه انا كمايكل يعني بحبه جدا 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 شكل وجداني الديني من ابتدائي حد جمعة ببس مع اعزاته دايما شكل وجداني بفعلا وجداني الدين بشكل شخصي ممكن اختلفت معها سياسيا لفترة معينة لكن فعلا انا جات لحالة هستيريا من البوكة تاني يوم من الوفاء اول يوم ما كنتش مستوعب ما كنتش متخيل ان انا بحبه بالشكل ده يعني فبحبك يا بابا الحدث ده اثر فينا كلنا وانا بشكرك جدا يا فارس على وجودك معانا النهاردة شكرا ميك يا مايكل على وجودك معانا النهاردة مرسي جدا ربنا اخير المشاهدين كان معانا مايكل فارس هو صحفي بالجريدة الالكترونية للأقباط المتحدون هنسيبكم مع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقراتنا وانهارك سعيد